السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهم شيء في الركنة خشب الركنة والاسفنج بتاعها خشب الركنة اللي هو اخص الشيء في الخشب اللي احنا بنتكلم عليه الجزء اللي احنا بنقض عليه تحت الاسفنج ده اللي هو بيكون تحت الاسفنج اللي احنا بنقض عليه اللي هو بنسمحنا تجليد الركنة ده اهم شيء في الركنة طبعا ده ما ينفعش يكون قبل كاش ولا كارتون زي ما شفنا قبل كده في الفيديوهات ولا اي شيء من ده لازم يكون كونتر كونتر او خشب الواح الكونطر ما يقلش عن 8 ملة 8 ملة أو 10 ملة أو 12 ملة طبعا حسب السير يعني كلام ده يعني طبعا حسب الاتفاق وحسب السير مع الزبون أو خشب طبعا لكن ما ينفعش بقى بلكاش وما ينفعش بقى خشب حبيبي لو احنا بنسميه الخشب المضغوط أو اللوه الكرتون يعني طبعا الكرتون المشكلته الخشب الكرتون ده اللوه الامد اف ده ما ينفعش في الركن لأن لما بتيجي تقعد على الركنة بيريح من نص كده بيبطرخ وبيريح فما بينفعش مع الوقت بقى هو بشيك كسر بس هيريح قوي وهيتعبك في القعدة لكن افضل شيء في الركن الكونطر أو الخشب الكونطر بقى بأي سمك يعني 8 أو 10 أو 12 مفيش مشكلة تاني شيء في الركنة الأسفنج كسفة الأسفنج ماينفعش نعمل كسفة 15 ولا 18 ولا 20 ولا الكلام ده اقل كسفة نعملها في الأسفنج يعني اقل حاجة 28 أو 30 أو 35 أو أعلى من كده طبعا 40 أو أعلى ده أقل كسفة ماينفعش أقل من كده خالص يا جماعة لأن لو الكسفة أقل من كده يا دوبك بالضبط الشروع ونلاقي الكسفة وقعت والأسفنج وقعت خالص إن شاء الله يعني هنتكلم معكم في الفيديوهات الجاية اتباعا كده عن الركن وإن إزاي نتجنب الغش فيها وإزاي نغص على الركنة من برا كده نعرف إن كاك كويس أو لا طبعا ده نموذج قدامكم وما قد ده شكل من ضمن الأشكال اللي بنعملها يعني وتفرجوا عليها وبرو إحنا معاكم وفزوني وما تنسوش في النهاية تعملوا إعجاب للفيديو يا ريت متنسوش يا جماعة تعملوا إعجاب للفيديو ده مهم جدا وتشتركوا معنا في القناة اللي ما اشتركش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة